الجليد اللي رح يتم نقله من القطب الجنوبي صحيح صحيح إلى الفجيرة تنفصل العديد من الجبال الجليدية يعني الارسنسي يقارن بحجم البحرين يطفو في المحيط ثم يذهب وهنا المأساة 97% من مياه العذبة في الكرة رضية هناك أنتارتكا بعيدة على التلوث والدنيا استخدام مصدر الماء منه كم المدة نقدر نستعمل فيها هذه الكميات في المعدل جبل الجليدي واحد قد يكفي سوقية مليون نسمة لمدة خمس سنة 20 مليار غالون في عام 2020 حصلت أنا على براءة اختراف بريطانيا تخزين هذه الجبال الجليدية في خزانات طافية تم نقله إلى دولة الإمارات وموضوع الدوار كان العالم أو بعض المشككين كانوا يتكلمون عنه ونحن كنا صابتين يعني منطقية انت بتيب جبل الجليد يكيد بيذوب في منطقة حيط وخليج عربي من توصل للدولة كم مدتها تنترق خليها موجودة على الساحل أول ما تصحبها إلى أن يصل دولة الإمارات بيصل بفترة الشتاء يكون شوية حرارة منخفضة يدوم اللي قولت هذه الجبال الجليدية أعماقها قد تصل إلى 130 متر اقترحنا الفجيرة لأنه نقدر من بعدها عن الساحل 20-25 كيلو حيث أنه ما يضرب الجبل بقاع البحر نحن نأمل أن نتحول دولة الإمارات من أحد أهم مصدري النفط في العالم إلى أحد أهم مصدري المياه العذبة وتقنياتها إلى العالم